طبعا انا كم اقوله كلش احبه تقول الصغير المجتهد يتفوق على الكبير ذا الخبرة اليوم وهي جهاز بمراجعة ما راح اقل لك اشتري بس راح اقل لك اكمل الحلقة وشوفوا المميزات اللي موجد على هذا الجهاز وممكن انه انت شخصيا تقتنع وتيشتري طبعا هذا الجهاز هو من تيكنو تيكنو كامون 18 برمير هذا الجهاز راح يجي مميزات شركة تيكنو نفسه تقل لك انه احنا بالفترة الجاية راح نكون مستعدين حتى ننزل هواتف بفئات فوقها المتوسطة وهنا نخلق لكم شغلة بصراحة انه دائما الشركات اللي تكون مبتدئة خلي نشجحها خلي نشجحها مو الا نشتري من عده بس خلي نشجحها على انه كيف ممكن توصل للمراحل وتنتج هواتف ممكن هذي شركات تفسها اللي راح تشعل المنافسة وتخلينا ناخذ اجهزة بطبقة عالية وباسعار منخفضة جهازنا هذا اليوم راح يجي بشاشة اموليد بحجم ستة وسبعة هنش برفش ريت 120 هيرز ذاكرة داخلية متى وستة وخمسين على ثمانية عشوائية زائد الكاميرات القاهرة للفئات المتوسطة عرفيا هذي اروع كاميرات استخدمتها بجهاز بقيمة 300 دولار كاميرا بيروسكوب تنطيق ستين زوم كاميرات زاوية عريضة وكاميرات اساسية يعني نانعدك لث كاميرات هاي ثلاث كاميرات كلها راح تستفاد من عدن غير هذي الكاميرا الامامية 32 ميجابيكسل والبطاير باعة 950 ب 33 وات شارج موجود داخل العلبة اول شاء الله راح ركز عليه بهذا الجهاز هو التصميم اول ما تمسك هذا الجهاز وتخرج من العلبة راح يلفت انتباك تصميم الهاتف الباقي هنا مات كاميرات موجودة ببيت مستطيل زائد ثلاث كاميرات ببروز خفيف زائد الواجهة كلها عبارة عن شاشة الشاشة هنا اتونس بها قاسيا النحافة اللي موجود للاطراف والبيزلز بشي جدا جدا نحيف لا يوجد فريم موجود يا جماعة الشاشة هنا من نوع الاموليد بحجم الستة وسبعة انش فول اش دي بلاس زائد انه نسبة الاستعواز سبعة وثماني باصل اثنيا كثبت الوكسرات 393 بيكسل بالانش معدن رفش شرية هو مية وعشرين هيرز خمسمية وخمسين نتس او شمع يعني بين قوسيا من تستخدم هذي الشاشة بالجيم مشاهدة المحتوى بالتصفح خارج البيت تحت اشعة الشمس بكل هذا راح تكون هي مناصبتك بكadamente و境 هرها دخل ركز Jay�를 اسمالكم tenía الكاميرات الكاميرا الاساسية هي 64 ميجا بيكسل الكاميرا اثانية هي 8 ميجا بيكسل كاميرا البيروسكوب للزوم نفس به زائد الكاميرا الثانية هي راح تكون 12 ميجا بيكسل الزاوية العريضة والكاميرا الامام ب resonance 32 ميجا بيكسل هذه الارقام وامكم سيستعرض لكم لقطات تثبيت لكم الدقة لموجودة لهذه الكاميرات بصراحة هذه اقوى كاميرات لكم مسألتي الكاميرات الكاميرا الأساسية هي 64 ميجابيكسل الكاميرا الثانية هي 8 ميجابيكسل كاميرا البيروسكوب للزوم نفسه زائد الكاميرا الثاثية هي رح تكون 12 ميجابيكسل الزاوية العريضة والكاميرا الأمامية 32 ميجابيكسل هذه الأرقام أمامكم رح استعرض لكم لقطات تثبت لكم الدقة لموجودة لهذه الكاميرات وبصراحة هذه أقوى كاميرات وأنا شخصيا مسؤول عن هذه الكلمة تقدر تستخدمهم هذه أقوى كاميرات بهاتف بقيمة 300 دولار لأنه الهايلايت الشادو الشارب نتس العزل اللي موجود الـ AI اللي موجود أو الذكاء الاصطناعي مع الـ Optical Image Stabilizer الالكتروني اللي موجود أنه على تثبيت المشهد نفسه الزوم اللي موجوده هنا بصراحة أجهزة بقيمة 300 دولار تطيق زوم يتمدد للـ 60 زاد أنه زوم للـ 10 يحسسك أنه هو Optical ممكن للـ 3 هو Optical حقيقي بس اللقطات اللي طلحن جديات أنه اللقطات تونس الكاميرا الأمامية عالم ثاني صدقوني الكاميرا الأمامية عالم ثاني مكنت متوقع أنه راح حصل هذا النتيجة من هذه الكاميرا وهذا الـ Beauty أو نظام التعديل على الـ Face من ناحية الـ Soft اللي موجود على هذا الجهاز يحسك بالفخامة يعني أنه أنت ماخذ لقطة بجهاز حيل ممتعة بما أنه أنا ذكرت النظام فالجهاز بصراحة أجت عليه تعديلات جدا كبيرة على النظام نفسه من ناحية لوحة الاشعارات والتحكم بيها زاد أنه واجهة النظام والإعلانات تخفت بشكل جدا كبير أشوف أنه بدأت التكنو تحتني بالواجهة نفسه وتنظفها إليك من الإعلانات اللي موجودة غير هذا أنه الجهاز يجي بـ NFC موجود زاد بصمة فيزيائية موجودة على جنب الهاتف وبصراحة محترمه جدا من ناحية فتح الجهاز وأغلاقه بصراحة من الشغلات اللي تنقص هذا الجهاز أنه مبني يجي بـ دولس بـ كارمونس بـ كارسم معه واحدة زاد أنه من الشغلات اللي هي ممتعة هذا الجهاز البطارية اللي موجودة البطارية هنا راح تجي بساعة الـ 4.950 مع شحن سريع 33 واط موجود داخل العلبة وإذا سألتوني عن استخدامات هذه البطارية نفسه فرح أقلكم هي ملائمة ومناسبة لمثل هذا الجهاز لأنه هنا المعالج اللي موجود هو الـ MediaTek Helio G96 بصراحة هذا المعالج هو نوعا ما بدأ يكون مخاضرهم دقة تصنيع 12 نونومتر بس يبقى أنه منطيك أداء على قد فلوس الجهاز وبنفس الوقت على قد المميزات اللي موجودة ما أتوقع أنه جهاز بقيمة 300 دولار ممكن يركز لك على كل هذه المميزات ويركز لك على معالج فلاكشبس يعني هنا لازم تكون أكوفة تنازلات موجودة الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت زائد الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت وهذا أمامكم تيت سويته البوب جي من خلال الجرافيك اللي يقدر يشغلها الجهاز للأمانة أنه صارت بي بعض السخونة الخفيفة جدا عندما عاليت الفرايمات اللي موجودة وستخدمت الهايت لفترات طويلة يعني أنا بجو وخارج الغرفة بالنهاية هذا الجهاز ركزنا على شاشة ممتعة على التصميم وعلى كاميرات روعة وبطارية وشحن غير هذا كله هذا الجهاز يجب قيمة 300 دولار فقط فش الشوف هنا جهاز يستحقه ولا أنتوه رأيكم بس في التعليقات ونلتقى بحلقات قادمة في أمان